لقد تعلمنا في الفيديو السابق أن الضغط على عمق معين للمواقع يساوي كثافة السائل ضرب العمق السائل أو مدى ارتفاع عمود السائل على تلك النقطة ضرب التسارع الجاذبية ودعونا نرى كيف يمكننا أن نستخدم ذلك في حال مسألة قد تراها في حصة الفيزياء أو حتى في امتحان الفيزياء دعوني أقول أن لدي حوض لدي حوض دعوني أرسم الحوض هذا هو الحوض وفي هذا الحوض يوجد لدي زئباقة وأيضا لدي انبوب اختبار موضوع في وسط هذا الحوض أو هذا الوعاء وهذا هو عرض الوعاء وسأحاول أن أفعل ذلك باختصار دعوني أرسم انبوبا في الوسط إذن هذا انبوب الاختبار سيبدو هكذا إذن انبوب الاختبار سيبدو هكذا ودعونا نقول أنه فارغ من الهواء ولكن خارج جنبوب في هذه المنطقة هذه المنطقة تتعرض للهواء ونحن في الواقع على الأرض وفي الحقيقة على مستوى السطح البحر لأن هذا ما يعرف به الضغط الجوي ومن الضروري عندما نفكر في هذا أن وزن كل الهواء على هذا السطح يدفع هذا السطح أو سطح الزئباق موجود في الوعاء بضغط مقداره واحد أتموسفير وهو يعادل واحد ضغط جوي وفي الوعاء لدي الزئباق هو الزئباق يمتلك لونانكا لون الفضة لذا سأقوم برسم ذلك بلون الفضي إذن هذا هو الزئباق وهو يأخذ شكل مستوى وأنا لا أقوم برسم ذلك بشكل مستوى إذن هذا هو الزئباق وأريد أن أفعل ذلك أظن أن علي استخدام أداة ملء اللون بالكامل حتى أتأكد من عدم وجود فراغات داخله آه لقد نجح ذلك دعونا نقول أن ذلك هو الزئباق ولا يوجد هواء هنا إذن فإنه سوف يصعد بشكل عمودي في هذا الانبوب ويجب علينا استخدام أرياضيات هنا دعونا نرى لماذا إذن دعونا نقوم بذلك ونستخدم أرياضيات لنجد ونعرف كم سيرتفع الزئباق في هذا الانبوب دعونا نقول أن الزئباق ارتفع في هذا الانبوب هذه المسافة هذا هو الزئباق إذن هذا هو الزئباق إذن وهذا كما نعلم فإنه مقياس والذي يستخدم لإيجاد الضغط ويمكننا أن نتخيل أننا هنا في أعلى انبوب لا يوجد زئباق ولكن هناك ما يزال في أعلى الانبوب الاختبار هذا الجزء الفارغ لا يوجد أهواء لا يوجد أهواء فارغ وهي فارغ على أي حال؟ حسنا إذن هذا النظام وسؤالي لكم هو كم ارتفاع هذا العمود من الزئباق يبلغ؟ كم يبلغ ارتفاع عمود الزئباق؟ وقبل كل شيء دعونا نقول دعونا نقول لماذا يأخذ هذا السائل بصعود في هذا الانبوب لدينا كل هذا الضغط على سطحه أي خارج هذا الانبوب ولكن من الضروري وحيث لا يوجد هواء هنا فإن الزئباق سوف يرتفع ولكن الآن هذه الحالة التي قمت برسمها هي حالة ثابتة ويفترض أن كل حركة سوف تتوقف لذا دعونا نقوم بحل هذه المسألة ويجب أن أفعل شيئين أو يجب أن نعرف شيئين قبل حل هذه المسألة هذا الزئباق ونحن نعلم أن الزئباق أن تأثير الكثافة النوعية وأنا أستخدم المصطلحات لأن هذه المسألة مهمة في تعرف المصطلحات إذن الكثافة النوعية للزئباق تساوي 13.6 بالعشرة وهذا قد يكون بيان مذهل في الامتحان بحيث تعرف كل الرياضيات ولكنك لا تعرف ماذا تعني الكثافة النوعية الكثافة النوعية للمادة هي النسبة بين كثافة المادة وكثافة الماء وهذا ما يعني أن الزئباق يساوي 13.6 بالعشرة ميركوري إز 13.6 بالعشرة ضرب كم تبلغ كثافته بالنسبة للماء ضرب كم تبلغ كثافته بالنسبة للماء وأأمل أن في آخر فيديو أخبرتكم كم تبلغ كثافة الماء والتي تساوي 1000 كيلوغرام لكل متر مكعب إذن كثافة الزئباق يعني أكتب ذلك في الأسفل الكثافة رو ويرمز لها بي الرمز رو أو بي وتساوي 13.6 بالعشرة ضرب كثافة الماء إذن ضرب 1000 كيلوغرام لكل متر مكعب ولنعود إلى المسألة ونحن نعرف كم ارتفاع هذا العمود من الزئباق ونحن نعلم أن الضغط دعونا نعتبر هذه النقطة الموجودة هنا في أسفل الأنبوب نحن نقول أن الضغط على هذه النقطة الموجودة في قاعدة أنبوب الزئباق الضغط عند هذه النقطة الضغط باتجاه الأسفل سيكون مساوي للضغط باتجاه الأعلى لأن الزئباق لا يتحرك وهو في حالة ثبات أو اتزان ولقد تعلمنا في الفيديوهات السابقة بأن الضغط الداخل يساوي الضغط الخارج من النظام أي الموجود في نظام السوائل إذن ما من الضروري أن يكون لدي واحد ضغط جوي على سطح السائل ويجب أن يكون هنا واحد ضغط جوي الضغط الذي يؤثر على هذه النقطة الموجودة هنا ويمكنك أن تتخيل أنه يوجد هنا غشاء رقيق فقط تتخيل ذلك مرة أخرى وماذا يكون تأثير هذا الضغط هناك وكم سيكون يساوي الضغط هنا سيكون واحد ضغط جوي إذن الضغط للأسفل سيكون أيضا واحد ضغط جوي أي واحد أتموسفير ما الذي يكون هذا الضغط باتجاه الأسفل هناك؟ إذن من الضروري أن يكون هذا العمود من السائل أو هذه المعادلة التي تعلمناها في الفيديو السابق إذن نحن نعلم الآن بأن الكثافة للزئبق ضرب ارتفاع عمود الزئبق ضرب تسارع الجاذبية الأرضية سوف يساوي واحد ضغط جوي والذي يؤثر هنا على سطح الزئبق وكثافة الزئبق هي هذه وتساوي 13600 كيلوغرام لكل متر مكعب كيلوغرام لكل متر مكعب هذه الكثافة ضرب الارتفاع نحن لا نعرف كم الارتفاع ولكنه سيكون بالمتر ضرب تسارع الجاذبية وهو 9.8 متر لكل ثانية تربيع كل هذا سيساوي واحد ضغط جوي ويمكنك أن تقول لي أن هذه الوحدة لم أراها من قبل التي تتحدثين عنها ولكن كيف يمكننا أن نربطها بوحدة الباسكال ونيوتن مثلا ويوجد هناك شيء واحد أن واحد ضغط جوي يساوي مئة وثلاثة آلاف باسكال ونيوتن لكل متر مربع واحد ضغط جوي والذي يؤثر هنا والذي سيساوي الضغط على هذه النقطة في أنبوب الزئبق إذن واحد ضغط جوي يساوي بالضبط هذه مئة وثلاثة آلاف نيوتن لكل متر مربع دعونا نرى إذا قمنا بقسمة كل الطرفين دعونا نقوم بكل الرياضيات هنا إذا قسمنا كل الطرفين على ثلاثة عشر ألف وستمائة نحصل على الارتفاع يساوي مئة وثلاثة آلاف نيوتن لكل متر مكعب مقسوم على ثلاثة عشر ألف وستمائة كيلوغرام لكل متر مكعب ضرب ضرب تسعة فاصلة ثمانية بالعشرة متر لكل ثانية تربيع وماذا يساوي هذا تأكد أن لديك دائما في هذه المسائل إلا أن تعلم أن واحد ضغط جوي هو مئة وثلاثة آلاف نيوتن لكل متر مربع أو باسكال دعوني أقوم بالحسابات دعوني أقوم بإدخال مئة وثلاثة آلاف مئة وثلاثة آلاف مقسوم على ثلاثة عشر ألف وستمائة ضرب تسعة فاصلة ثمانية بالعشرة هذا يساوي 0.77% يساوي 0.77% إذن الارتفاع هو الارتفاع هو يساوي 0.77% ويجب علينا أن نتأكد من الوحدات لدينا متر هنا ومتر مكعب هنا يتم حفهما ومثلما لدينا كيلوغرام لكل متر مربع وهذا يوجد لدينا نيوتن هنا نيوتن يساوي كيلوغرام لكل ثانية إذن يوجد لدينا كيلوغرام لكل متر مربع وهنا كيلوغرام لكل متر تربيع وعندما نقوم بقسمة الوحدات نحصل على وحدة المتر إذن هذا يساوي 0.77% وهذا يساوي ارتفاع عمود الزئبق ويمكنك أن تستعمل هذا كبروميتر الذي يقيس مقدار الضغط الجوي ويمكنك أن تجد كم هذا يساوي بوحدات الأخرى مثل باسكال ونيوتن على كل حال أراكم في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر